معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسد والمزيد عن هذه الإجراءات الأمنية المتخذة عراقيا وأمريكيا نعم فضيلة هذه الإجراءات تتضمن نشر العناصر البشرية أكثر من 3000 عنصر بشري من القوات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب من عناصر الأمن الوطني والجهات الساندة الأخرى بالإضافة إلى الدعم الاستخباراتي لهذه العملية عملية إعادة الثقة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية وتبديد مخاوف هذه البعثات من أن تتعرض لهجمات صاروخية مرة أخرى كالهجوم الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية السفارة الأمريكية قبل نحو ساعة من الآن فضيلة أو ساعتين أطلقت سفارات الإنذار في ممارسة تجريبية لتدقيق إجراءاتها الأمنية والاحترازية قبيل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالتالي هذه الإجراءات التي اتخذها السلطات العراقية هي إجراءات تقوم على العناصر البشرية والعناصر الاستخباراتية لإيقاف عمليات قصف المواقع الحساسة وخصوصا المنطقة الخضراء وهناك عمليات أيضا أخرى تجري عمليات ملاحقة وتفتيش ودهم لمتابعة وملاحقة منفذي هذه الهجمات إذن يمكن القول بأن الجميع هنا مستنفر في بغداد في محاولة لضبط الشارع أولا وضبط السلاح المنفلت وضبط الإيقاع الأمني الذي يسعى الجميع هنا وخصوصا الحكومة العراقية أن لا ينفلت هذا الإيقاع وتتجه البلاد نحو الفوضى بالتالي الكل الآن في حالة حذر وترقب والسفارة الأمريكية تتخذ إجراءات في المقابل الجماعات المسلحة تتوعد بأن يكون هناك ردا على مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في الذكرى الأولى لكن حتى الآن لا أحد يعلم كيف سيكون هذا الرد ولكن يمكن القول الفضيلة بأن الجميع الآن يضع الأصبع على الزناد بانتظار ما ستقول إليه الأحداث في الأيام القليلة المقبلة شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي في بغداد